اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب الفوز على المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة وذلك رغم عدم اكتمال النتائج من عدة ولايات متأرجحة يمكن ان تحسم السباق الانتخابي وقال ترامب لانصاره في البيت الابيض لقد فوزنا غير ان نتائج الانتخابات من بعض الولايات الحاسمة لم تتضح بعد وتشير توقعات الشبكات التلفزيونية الرئيسية ومركز ايديسون الى ان ترامب لم يحقق حتى الان العدد اللازم للفوز من اصوات المجمع الانتخابي وهو مئتين وسبعين صوتا وقال ترامب انه سيلجأ الى المحكمة العليا لحماية الفوز الذي قال انه حققه في الانتخابات مضيفا ان النتائج كانت كبيرة ولكن هناك من يحاول تهمش من صوت لها وحسب وكالة أسوشييتد بريس فعلى الرغم من اعلان ترامب فوزه بالانتخابات تظهر احدث النتائج تقدم المرشح الديمقراطي جوبا ايضا بمئتين وثلاثة وعشرين صوتا في المجمع الانتخابي مقابل مئتين واثنى عشر صوتا لترامب وحسب النتائج الاولية فان نسبة المشاركة في الانتخابات ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعام الفين وستة عشر